وشاهدين أهلا بحضراتكم حلقة جديدة ولقاء متجدد دايما يا رب العالمين على شاشة القناة التانية ومصر جميلة وزي ما اتفقنا هي جميلة بحضراتكم جميلة بكل فرض على تراب هذا الوطن منصبح على حضراتكم من مصر جميلة على شاشة القناة التانية اتن المصري الحقيقة النهاردة معنا مجموعة من الأخبار نحب نبدأ بها حلقتنا نهاردة قبل ما نستعرض مع حضراتكم أهم هذه الفقرات لهذا اليوم الحقيقة أولى هذه الأخبار بتأتي إلينا من وزارة بالتحديد التجارة والصناعة هذا الخبر بيقول أن سيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة سوء التعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليها القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية لافتة إلى أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير ومع التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم جاء ذلك أيضا خلال هذا اللقاء الموسع والذي عقدته الوزيرة نيفين جامع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية ده كان أول خبر معنا ونأتي إلى وزارة الإسكان وزير الإسكان يتابع سير العمل بعدد من المشروعات السكانية والخدمية بمدينة أسدت تابع دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بعدد من المشروعات السكانية والخدمية بمدينة أسدت لافتا إلى أنه تم وجارم بالفعل بالمدينة تنفيذ 6376 واحدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل لأن هذا الخبر هو خاص بهم ذلك بجانب تنفيذ المرحلتين بلعوات ثانية بمشروع دار مصر ومشروعات المرافق والطرق لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة لسيما المناطق الصناعية والمناطق الحديثة الخبر الثاني معنا نهاردة طبعا كلنا نتكلم على هذه الأمطار الغزيرة والتي اكتاحت جزء من البلاد وبالتالي كمان لمدن كثيرة على مستوى العالم ولكن نأتي لهذه اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل حيث عقدت هذه اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه وذلك لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة وموقف إيراد نهر النيل وأيضا آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلة للموارد المائية أضف أيضا دكتور عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع والحالة أي الهايدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالم ومن الجدير بالذكر أن محافظتي البحر الأحمر وأسوان قد شهدت أمطار غزيرة بمدن أسوان ونصر النوبة وكومومبو ومرسى علم وقد تم كانت منشآت الحماية المدنية والتي سبق إنشآها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للرسول وهذه السيول الخاصة والنتجة عن هذه الأمطار الغزيرة كانت هذه جولة سريعة لأهم هذه الأخبار لهذا اليوم نأتي الفقرات أيضا الحياة نتحدث عنها وأعتقد أن هي من الموضوعات المهم بيت العائلة المصري وهذا البيت الذي بالفعل أنشئ منذ عشر سنوات وبدأنا بالفعل من خلال هذه الفكرة من قبل شيخ الأظهر الدكتور أحمد الطيب وبالتالي خرجتها بالكثير من الترحيب وجاءت هذه الفكرة بأيضا موافقة الجانب من خلال طبعا البابا شنودة في هذه الأيام وفي هذه السنوات وبعد يمكن الأعمال الإرهابية التي تمت بالعراق ثم أيضا التي حدثت عام 2011 في بداية 2011 في كنيسة القديسين وبالتالي كانت هذه الفكرة للتوافق وطبعا هي أكيد محاولات كما نعلمها مخططة أو مخطط إرهابي لتفكيك هذه البلاد وهذا الوطن الذي عرف عنه عبر التاريخ بالفعل بالوحدة الوطنية إن شاء الله من خلال هذا اللقاء ستكون معنا دكتورة ناهد عبد الحميد وهي مقرر هذا المؤتمر مؤتمر بيت العائلة المصري والذي عقد في 2021 وحنشوف يا ترى إن شاء الله تفاصيله إيه أهدافه إيه في هذه المرحلة وما هي أهم التحديات التي تقف أمام بيت العائلة المصري وإن شاء الله إحنا كلنا أده وإدود لأن هذه الصلة منذ القدم قوية وستبقى قوية بنأتي بعد كده حضراتكم إن شاء الله نتكلم أيضا عن التحديات أكثر وهي تحديات الحياة بتصيب البشر تحدثنا عن مؤتمر المناخ وإن شاء الله اللي حيقام في مصر عام 2022 واللي مصر حتستضيفه وبتقام مؤتمرات عديدة على مستوى الولايات المتحدة وبريطانيا وبنجد إن هذا الموضوع موضوع أهم جدا ماذا عن التغيرات المناخية؟ ماذا عن أهم هذه التحديات؟ وماذا عن تأثيرات السلبية التي تقى على العالم وعلى الأفراد أينما وجدوا؟ ما بقتش فيه هنا دول نمية ولا دول قوية ولكن بنلاقي بالفعل إن جميع أو على مستوى العالم التغيرات المناخية تحدث على الكل وأصبحت التحديات أيضا ليست محلية ولا دولية بل أيضا عالمية وبالتالي بنجد إن هذه التحديات بتوصل بنا التغيرات المناخية بتوصل حتى كمان للمزارعين أصبحت درجة الحرارة ارتفت ربع درجات وده بالنسبة طبعا للمحاصيل الزراعية بتحدث خسارة قوية جدا للمزارعين وللمحاصيل وعندنا أبحاث كثيرة بتدرس هذا الموقف وماذا عن التغيرات والتحديات القادمة إلينا في المستقبل إن شاء الله يكون معنا الحديث عن هذا الأمر دكتور بلال عبد الحميد وهو مساعد رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بمركز البحوث الزراعية دي كانت إن شاء الله هتكون فكراتنا وكمان دي كانت أخبارنا تابعونا من خلال هذه الاستفسارات وهذه الإجابات إن شاء الله هنكون مع حضرتكم فيها في هاتين أو هذين التحديين وهو التحدي بيت العائلة المصري لأي مخطط إرهابي ولكن وأيضا لهذا الفكر والارتقاء بالثقافة التوعوية الهمة جدا والشعور بالانتماء الوطني والشعور بالآخر الذي يعني يحدق بالكثير من المخاطر لهذا الشعب الطيب دعونا نخرج لهذا الفاصل وحتى نتحدث عن التحدي الآخر وهو التغير المناخي فابقوا معنا الحقيقة لكل بيسع علشان يترك هذه البصمة يترك هذه اللمسة لأن فعلا إن شاء الله يعني هنثاب من الله سبحانه وتعالى لما نخدم مجتمعنا ولما الحقيقة بنخدم مجتمعنا وهذا المجتمع بالفعل هو حقيقي يستحق الكثير هذا الشعب الذي نحمل له الكثير بدل حب وبالتالي القيادة السياسية تحمل له الكثير من الطموحات والأحلام وإنجاز مثل هذه الأحلام إن شاء الله تبقى على الواقع الكاملة وبالتالي نملك الدنيا وتبدأ هذه الدنيا بكل التحديات ويستعد قادة العالم الحية في المرحلة الحالية والقادمة إن شاء الله لعقد أو لعقد مؤتمرات خاصة بطموح المناخ وبالتالي أيضا مؤتمر خاص للمناخ عايز أقول من قبل قادة العالم في 12 ديسمبر القادم وبالتالي نحن من خلال مصر إن شاء الله واستضافتنا لمؤتمر المناخ أعتقد كمان هيبقى فيه مواجهة لهذه التحديات ووفاء الدول بكل تعهدتها الحقيقة فيها الحفاظ والحماية وحماية طبعا الإنسان في المقام الأول وبالتالي أمامنا أربع تحديات أكثر من تحدي في هذا الأمر التغير المناخي دعونا نتحدث عن الإيجابيات والسلبيات وكيف نستثمر هذه السلبيات من التغيرات المناخية ونحولها إلى إيجابيات لدينا كثير إن شاء الله معنا في هذا اللقاء دكتور بلال عبد الحميد ومساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية دكتور بلال برحبا بحرك معنا أهلا وسلام بحكة طبعا أهلا بحضركم وإحنا سعداء بمثل نماذج حضراتكم الحقيقة لما بتكتهدوا ولما بتسعوا حتى نجد حلول ونجد طرق نحقق به هذه الاستراتيجية التنموية على كافة المناحي كما تفعل القيادة السياسية وإحنا بالنسبة لهم آليات حقيقية نستطيع من خلال مواقعنا إن إحنا نثبت وجودنا وبالتالي ننجح في هذه التحديات حاجتوافقني إنه بالفعل هناك تحديات على مستوى التغيير المناخ حقيقة فندم تحدي تغير المناخ من التحديات نقدر لقومه هو تحدي صعب جدا وهو مش تحدي وليد اللحظة هو التحدي ده بقى له فترة والعالم متنبه للموضوع ده من فترة يعني إحنا عندنا الهيئة الدولية من 1988 وهما شغالين على موضوع تغير المناخ على مستوى العلمي أو السادة العلماء والباحثين اللي شغالين في المجال ده شغالين في المجال ده من زمان أو من ساعتها وهم بيتابعوا الموضوع ده لكن إيه الجديد في الموضوع؟ الجديد ببساطة إن المواطن العادي بدأ يحس بتأثيرات تغير المناخ يعني من زمن طويل وإحنا شغلين على تغير المناخ وبنقول في تغير المناخ وتغير المناخ ده المظاهر بتاعته والأثار كتير جدا لكن المواطن العادي مش حاسس بيها أو مش شايفها لكن النهاردة بدأ يحس بيها بشكل كبير ولو بنتكلم عن أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية أو بظروف تغير المناخ هو القطاع الزراعي للأسف لأن القطاع الزراعي الحقيقة ولو بنتكلم ونربط بالوضع في مصر فإحنا عندنا مشكلة في مصر أن الوضع في مصر هش يعني إيه هش يعني إحنا فيه عندنا مصطلحين لازم نفرق بينهم مصطلح الهشاشة ومصطلح المرونة إحنا عايزين نتحول من المجتمع الهش إلى المجتمع المريض الهش بمقصود أنه يقف إلى دون إيجاد حلول؟ يبقى مجتمع ضعيف نعم والضعف ده ناتج من الظروف اللي احنا فيه احنا ظروفنا البيئية وظروف الموقع الجغرافي وظروفنا الزراعية خلينا في وضع هش لكن الحقيقة كل المشروعات التنموية اللي بتحدث في الفترة الأخيرة واللي بتحصل بدعم جديد جدا من القيادة السياسية نحييهم على دا ونحيي كل العاملين في هذه المجالات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي إن كان وكل من يخدم العمل على تحقيق مصر هذه الإنجازات الضخمة يفرق كتير جدا أنه يحولنا من مجتمع هش إلى مجتمع مرين فالمرونة هي أحد أهم الحاجات أو الآليات اللي تخلينا نواجه التغير المناخ تمام أعتقد أن الانتقال من الهشاشة إلى المرونة بتحتاج لآليات حتى نصل بها ولكن دائماً بيأتي سؤال المزارع لأنه هو المضرور في المقام الأول لأنه بنلاقي في هذه الأونة زي حدك ما ذكرت الحقيقة ولكن بنجد أن المحاصيل بيبقى فيه خسارة لبعض المحاصيل زي مثلاً ما احنا شايفين بالنسبة لإنتاج الموال منجة وبعض المحاصيل أصبحت قوية جداً أمام المزارع أصبحت تسبب خسارة فادحة وبالتالي من خلال التغير المناخ يعني اللي ما كانش بيعرف عرف ما كانش بيسمع بلوقتي بيسمع ولابد من هذه الآليات لرفع هذا الوعي الحقيقة مواجهة التغير المناخ في القطاع الزراعي فيها حاجة كتير جداً وفيها كلام كتير لاتك في حلقات عريبة جداً أنا حاول أختصر على قد ماضي زي ما حاجة بتتكلمي كده في التأثيرات اللي بتحصل على الزراع احنا عندنا في حاجة من أحد أهم من مظاهر تغير المناخ اللي هي الـ Extreme Weather Events أو اللي هي الظروف الجوية الجامحة اللي هي بتحصل بشكل مفاجئ يحصل برد مفاجئ يحصل نتفع درجة حرارة مفاجئة وده ما بيكونش في الحسبان فالمزارع ما بيلحقش يواجه هذه العملية أو يعمل أي معاملة للزراعة بتاعته تحميل من ذلك ودي ظاهرة وبتختفي بتبقى مفاجئة نعم ودي أحد من ظاهر تغير المناخ هذا اللي حصل في أسوان أول مبارح السيول اللي ضربت أسوان وحصلت بس الحقيقة بقى عندنا أو عالميا فيه نظم للتنبؤ بالظروف الجوية دي والنظم دي بتختلف من آخر على حسب الإمكانيات اللي موجودة لدى كل دولة أو لدى كل حقيقة احنا عندنا الحقيقة في مصر دلوقتي ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي بقت مؤخرا بشكل كويس فيه تعاون قوي جدا بين مركز معلومات تغير المناخ عندنا في مركز بحوط الزراعية وزارة الزراعة وبين الهيئة العامة لأرصاد الجوية وبيصدر بيان مشترك والحقيقة كان صدر بيان قبل ما تحصل الأحداث بيوم أو بيومين بعد أحداث أسوان ونوه إن فيه حدوث أمطار وممكن تصل إلى حد السيول في أسوان لكن النمازج اللي موجودة ما كانتش مبينة قوة الهطول ولا إن الموضوع هيوصل لهذا الحد لإن برضو مهما تكلمنا عن الظروف الجوية هي في الآخر تنبؤات فعلا أو بيقال من خلال هذه التنبؤات إن حدث مثل ذلك الوضع وهذه الظاهرة منذ عشر سنوات ولكن لم تكن بهذه القوة ده حقيقة لإن حقيقة ده كله ناتج من التغيرات المناخية طيب إحنا لما يبقى عندنا نظم للتنبؤ وبنقول عليها إيرلي ورنجي سيستيم أو نظم الإنذار لما يكون عندي نظام قوي أقدر أتنبأ بالظروف اللي بتحصل أقدر أبعد توصيع الفلاح وده حقيقي اللي إحنا بنقوم به في الفترة الأخيرة حتى الإيرلي اللي هي المبكر ده ممكن يديني قوتها كمان؟ يعني إلى حد ما وعلى حسب جودة النموذج اللي إحنا بنستخدمه على حسب الإمكانات اللي عندها القليات اللي معنا وده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نسعى له وبنطمح إن إحنا فيه حاجة لإن إذا ما هيك أشارتي من شوية إن القطاع الزراعي بيتأثر بشكل جدير والفلاح بيتأثر بشكل كبير ولما نتكلم عن القطاع الزراعي والفلاح فإحنا بنتكلم عن أمن غذائي والأمن الغذائي هو أمن قومي والموضوع ده غاية في الأهمية والجديد في موضوع تغير المناخ والجديد في القمة الأخيرة دي واللي بيختلف عن كل القمم اللي فاتت إن سبق هذه القمة مباشرة قمة نظم الغذاء أو التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة ودي كانت بمشاركة سيادة الرئيس عبد حتاح السيسي والحقيقة التحول ونظم الغذاء دي نظرة جديدة من العالم لموضوع تغير المناخ يعني حتى قمة نظم الغذاء أساس هي قمة لها علاقة بالتغيرات المناخية لأن التغيرات المناخية عندنا فيه شقين أساسيين لموضوع تغير المناخ والعالم كله بيتكلم عنه موضوع التخفيف يعني التخفيف من انبعثات غذائية المسبب الرئيسي لتغير المناخ وهي اللي بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والعالم كله بيتكلم أن احنا عايزين بنشوف حدود الواحد ونص درجة مقوية وبنتكلم على ده حتى يعني نقدر نقول القطب الجليدي أو هذه المنطقة يعني حبق فيها ذوبان حبق فيها مشاكل أيضا يعني على المستوى نقول تكوين العالم اللي احنا بأيضا هي دي كلها واثار لتغيرات المناخية الحاجة التانية اللي هي الادابتيشن أو التكيف وده الحقيقة اللي احنا مركزين عليه أكتر في مصر نتيجة لظروفنا لأن احنا مصر ودول أفريقية عموما ما هياش سبب في مشكلة تغير المناخ ولكنها الأكثر تأثرا بتغيرات المناخية رغم من السبب هي الدول المتقدمة لزيادة انبعاثات فاحنا لما نجي نتكلم على الانبعاثات كان الأول بيتكلمه عن الحد من الانبعاثات غازات الاحتباس الحقيقة تلزم به الدول المتقدمة والدول اللي هي سبب المشكلة فقط لكن قمة نظم الفياتي دي بدأت تاخد اتجاه آخر إن الموضوع مش مجرد الانبعاثات من قطاعات مختلفة لا احنا بنتكلم مثلا عن قطاع الغذاء عموما فالانبعاثات اللي بتطلع أثناء سلسلة الغذاء بالكامل من أول الزراع لحد ما يتم استهلاكه فهنا بيحصل كاما من الانبعاثات العالم كله بيتكلم إنه لازم نعمل على خفض هذه الانبعاثات مصر بالرغم إن هي ملهاش دور قوي في المشكلة لأن نسبة انبعاثاتنا بالنسبة للانبعاثات العالمية لا تتعدى 7 من 10 في المن فنسبة ضعيفة جدا لكن رغم ده إحنا مش بمعزل عن العالم لما تيجي أوروبا القارة الأوروبية في الوقت الأخير أو من 2020 وبدأوا يتكلموا عن حاجة اسمها الحيود المناخي إنهم عايزين يوصلوا لصفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 ده خلاهم عملوا مجموعة من الإجراءات هتأثر علينا لأن إحنا السوق التصديرية لنا لما حصلنا الزراعية اللي بتطلع من عندنا مفتوحة أكتر في أوروبا وده بيعود علينا بنفع كبير جدا وإحنا عارفين إن 2020 حققت تفرج رائعة في التصدير للمنتجات الزراعية وحققنا يعني صدرنا أكثر من 5 مليون طن منتجات الزراعية وده كان التفرج المناجي الإشكالية فين هنا بقى؟ الإشكالية بقى في اللي جاي إن أوروبا لما تيجي تقول إن هي عايزة توصل للحيود المناخي بحلول 2050 يعني صفر انبعاثات كربونية حطوا شوية إجراءات أو الإجراءات حطوا حطوا حاجة اسمها قانون المناخ قانون المناخ في إجراءات بتلزم جميع المنتجين أو اللي شغالين في أي قطاع إنه هم يخفضوا ويحدوا بل يوقفوا انبعاثات الكربون بحلول 2050 وأي حد مش هيقوم بالإجراءات دي يجي حاجة اسمها اللي هي ضريبة الكربون يبقى هنا لازم منذ البداية متابعة هذه المراحل حتى لا تصدر أو لا يعني تصدر مثل هذه المراحلة التي قبت وقف نجي للنقطة بقى الأهم بالنسبة لنا كقطاع زراعي حاجة اسمها الاستراتيجية أو السياسة الزراعية الجديدة في الاتحاد الأوروبية تمام وحطوا لها كده عنوان فروم فارم تو فورك يعني من المزرع شوكة ده التعريب أو الترجمة الحلقية لأنه ده الواقع فعلا خروج من المكان للمستهلك والمقصود بيه من الإنتاج إلى الاستهلاك لازم يكون كل المراحل دي فيها انخفاض أو خفض لغازات الاحتباس الحلال مسبفة في التغيرات المناخية يعني ده هيأثر علي في عملية التصدير للمنتجات بتاعتي طيب ده هيرجعنا النقطة الأولية هل احنا مجتمع مرن أم هاش كنا مجتمع هاش الآن نحن على طريق المرونة وبسرعة يعني حيك لما تشوفي كم المشروعات اللي بتحصل في مصر لما نقول انه مصر صاحبة حضارة السبع تلاف سنة قعدت لحد الفترة الأخيرة قبل هذه النهضة الزراعية في خلال آخر بس ست سبع سنين كان عندنا إجمال المساحة الزراعية لا تتعدى التسعة واربعة من عشر مليون فدان كانت حوالي تمانية تمانية مليون فدان كمان النهاردة احنا في خلال سنين قليلة نسعى ونطمح ان احنا يكون عندنا حوالي أربعة ونصف مليون فدان جداد يعني نصف المساحة اللي تكويرت قبر هذه السنين المؤلفة فدي نهضة غير عادية كمان حقيقة دام هذه ناصل بقى لتلتاشر يعني ربنا يكرم ان شاء الله ربنا يكرم يعني في الاتجاه اللي احنا متحرك فيه ان شاء الله يعني اي حد بصل لمصر النهاردة ويركز في المشاريع التنموية هي الحقيقة مشاريع كلها تحت عنوان الاستدامة نعم فبالتالي احنا بنتحول لمجتمع عنده مقدرة وقدرة على الاستدامة يعني مجتمع مرن عنده مقدرة على سرعة التعافي في مواجهة ومجابهة الاسمات دكتور بلال من خلال المؤتمر الاخير وخطاب سيدة رئيس عن فتاح السيسي والتأكيد على يعني نحنا نفي بالعهد كدول متقدمة من نحنا نحمي هذه البيئة من هذه التغيرات بقدر الامكان كان وقع هذا الخطاب حقيقة فندم الخطاب كان بيدل على وعي غير عادي لتفاصيل قضية التغير المعارض يدرك ده اكتر الناس المشتغلين في مجال تغير المناخ فانا واحد ادعي ان انا من المشتغلين او العاملين في مجال منذ ان تخرجت من الكل وانا شغال في مجال تغير المناخ ماجستير دكتوراه وانا بعد ذلك كله عن تغير المناخ فالحقيقة الخطاب كان فيه حاجات عميقة وفيه رسائل ما تطلعش الا عن فهم عميق للقضية يعني هم نتكلم عن ان المجتمع الدولي يجب عليه وده كانت رسائل موجودة في وسط الخطاب الالتزام والوفاء بالتزاماته ناحية الدول النامية التي هي ليست سبب في المشكلة ولكنها اكثر تأثرة فخامة الرئيس لما طلب وقال في الخطاب بتاعه ان على الدول المتقدمة ان تلتزم هما المفروض في مؤتمر باريس اه طموح المناخ كان مؤتمر باريس 2015 طلع فيه كده ان الدول المتقدمة مفروض ان هي ملزمة تدي للدول المتأثرة 100 مليار دولار سنويا ده كدعم في مواجهة تغيرات مناخية يعني كان فيه اذانا يا فندم منذ خمس سنوات هذا الخطر تمام تمام والمفروض المجتمع الدولي انبه لده بشكل قوي لكن الرئيس خد باله من حتة مهمة جدا ودي يعني عجبتني بشكل غير عادي ان المجتمع الدولي دايما بيتكلم عليهمهم هما التخفيف احنا مش مشكلتنا تخفيف لان احنا مش سبب في المشكلة احنا عايزين تكيف فبرامج التكيف فسد الرئيس قال كلمة محترمة جدا قال ان المفروض ان نضمن ان الدعم اللي جاي لمواجهة تغيرات مناخية يبقى مناصفة بين التخفيف والتكيف يعني التكيف ياخد نص القيمة ودي غاية في الاهمية طبعا عشان محدش يجحف حق الدول الانامية الاكثر تأثرا وليست سببا في المشكلة فده فهم عميق للموضوع جدا وبرضو اللي يتابع نفس الموضوع في خطاب الرئيس في قمة نظم الغذاء برضو يدرك ان هناك فهم لعمق المشكلة فهو ده الموضوع اللي بيميز الحقيقة يعني حاجة حاجة بتارى ممكن نقول في هذا ان شاء الله المؤتمر اللي هيعقد بإذن الله في 12 ديسمبر الله في مصر ان شاء الله حتبقى من هذه 12 ديسمبر يمكن هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالتحديد حيبحث هذا ملف قصة الادابتيشن سواء ما بين التكيف والتأقلم والتخفيف والحياة فانديم احنا يعني الحد المؤتمر اللي هو الكوب 27 او قمة الاطراف 27 اللي هتعقد ان شاء الله في مصر وده يعني من الحاجات الجميلة اللي احنا ان شاء الله ربنا يكرم وتعقد بشكل كويس ومصر هتطلع بشكل مشرف احنا خلال الفترة دي محتاجين نشتغل على إبراس كل المجهود اللي اتعامل في مصر وكله يدخل تحت التكيف لان اي مجهود او اي مشروعات قومية هي مشروعات بتضع في اثناء تنفذها موضوع الاستدامة ايه اساس فدي مشروعات دايما تؤدي الى المرونة ولما تؤدي الى المرونة هنكون مجتمع قادر على التكيف زيان بورحك يعني على مستوى المشروعات المشروعات دي فرق بشكل كبير جدا جدا يعني لما نجي نتكلم عن مشروع زي حياة كريمة واللي بيحصل فيه داي حول المجتمعات الريفية اللي هي بتتأثر بتغير المناخ نتيجة للمشاكل اللي ممكن تحصل الى مجتمعات مرنة تقدر تتكيف وتواجه تغيرات المرونة احنا نتوقف عن نقطة دي الحقيقة ولان هي دي نقطة الهمة جدا ان احنا نعي كمواطنين في مجالتنا وخاصة في مجال الزراعي وبالتالي هنا المزارع لديه فترة تحدي قوية جدا عليه ان يعود للمراكز طبعا الخاصة جدا بالمراكز الزراعية والاستفادة من خبرات المهندسين الزراعيين في مثل هذه الاماكن وزارة الزراعة عاملة حملات وعملة دورات تدريبية وعملة دورات تثقيفية للمزارع في ظل هذا التغير المناخي اللي بيأثر علي وانا مش دريان لانا ما عنديش معلومات وبالتالي هذه الثقافة التوعوية هم جدا وانا احنا نرتفع ونرتقي بهذه الثقافة لان فعلا هو امن قومي وهو الامن الغذائي وحماية هذا الشعب ونصل زي ما حنصل ان شاء الله ذات ذاتي باذنك يا رب العالمين ان شاء الله رغم هذه التحديات اكيد في اجابات لحضراتكم خرجت من خلال هذا اللقاء بنشكر دكتور بلال عبد الحميد وهو مساعد رئيس مجال كنز معلومات تغير المناخ مركز البحوث الزراعية واشكر حركة لوجودك معنا يا فلد واشكر حركة التوفيق حركة يعني مثال ونموذج الحقيقة مشكلة لتماعن حتى كمان في تفاصيل خطاب سيادة رئيس بكل ما يحمله من رسائل بالفعل يعني ضمنية لما يحمله من مسئولية وفحم حقيقي وعمق حقيقي لهذه نول هذا التغير الحقيقة لانها مشكلة كبيرة شكرا كيف حركة التوفيق مشاهدة نخرج لفاصل سريع ونعود لحضراتكم ان شاء الله نتحدث عن مؤتمر بيت العائلة المصري خليكم معنا وتفاصيل بيت العائلة المصري كما نذكر ونتذكر بالفعل منذ عشر سنوات تم إنشاء هذا البيت لما تحمله أهداف أو هدف هذا البيت في طياته للعالم اننا بالفعل نسيج الوطني قوي وبنجد هذا التصدي بالفعل ايضا نحن حائط صد كشعب مصري منذ القدم أمام كل هذه المخاطر وكل هذه المخططات الأسف لهدم هذا الشعب من هذه الوحدة التي عرفت عبر التاريخ وظهرت هذه الفكرة من قبل فضيلة شيخ الأزهر طبعا دكتور أحمد الطيب وظهرت هذه الفكرة بموافقة الكثيرين الحقيقة وبعد كمان تفجير أو العمل الإرهابي منذ عام 2011 في كنيسة القديسين وبدأ الانتباه لهذا الأمر وظهر أو أنش بيته منذ عشر سنوات دعونا نحتفل بمرور هذه السنوات ولكن ماذا عن الجديد في هذا لأن كل يوم بيبقى فيه تحدي في هذا الأمر بالتحديد وهي قوة هذا الشعب المصري وهو حدته معنا للقاء أيضا في هذا الموضوع وأيضا للحديث عن هذا المؤتمر دكتور ناهد عبد الحميد وهي عضو لجنة الشباب بيت العائلة المصري وأعتقد ده أهم عضو وأهم لجنة وهي لجنة الشباب لهم بالفعل المستقبل دكتور ناهد رحمة حيث معنا يهلا بحدث بكم طبعا حينما نتحدث عن بيت العائلة المصري في البداية يا طرى بيت ده هيعمل إيه؟ يا طرى ده أهدافه إيه؟ قوته إيه؟ وبالتالي كمان أهم التحديات اللي بيواجهها والخدمات اللي بيقدمها والرموز التي ظهرت والرسائل المقدمة للعالم طبعا حزيح حدثت مذكرتي في البداية أن بيت العائلة المصرية تم إنشاؤه منذ عشر سنوات من 2011 وكان أثناء بعد انفجحة كنسة القديسيين وكان أثناء أداء الواجب من قبل فضلة الإمام الشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وفي الوقت ده كان البابا شنودة الثالث البابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المركزية بالفعل تمت التوافق على إنشاء بيت للعائلة بيت العائلة المصرية بيت العائلة المصرية يضم الجسد المصري برئاته مسلمين ومسيحيين يعني يضم النسيج الوطني بكل أطيافه بكل يعني طوقف الكنائس المصرية والمذاهب المصرية الحقيقة ده كانت بدرة أمل أمام مصر أن يحصل تماسك للعائلة وحتى البابا توادرس في قدس البابا توادرس أسناء الاحتفال زي ما ظهر على الشاشة دلوقتي قلب بيت العائلة اللي هو الحضن الكلمة العائلة جاية من الدف يعني فيها كل أفراد العائلة لأن البيت هو اللي بيدي الأمان هو اللي بيدي الاستقرار هو اللي بيدي الحب والدفقة وبالتالي والحقيقة أنا كنت رئيس جلسة من جلسات المؤتمر غير اللي أنا عدو بيت العائلة عدو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية والحقيقة كانت معظم يعني محاور المؤتمر كانت رائعة جدا يعني سماحت الناس البحث عن المشتركات الإنسانية في جميع الأديان المساحية الإسلام المساحية اليهودية كل الأديان حتى الأديان الأرضية أيضا لأن الأديان هي اللي بتشكل العقيدة الإنسانية هي اللي بتشكل يعني بتشكل كمان القيم الأخلاقية للإنسانية نبحث عن المشتركات الإنسانية كي نستطيع العيش المشترك لأنها خرجت ركتور ناهد من قصة رفض الآخر إلى تقبل الآخر قبل الآخر هو الأساس قبل الآخر أيا كان هذا الآخر إحنا ما بنا ومن بعد إحنا نحن بشر ما بنا مشتركات نكتمح حول المشترك والمختلف لن نمسه أو لن نتحاور فيه هنا كده يبقى حضرتك التاسك بتاعك مقسوم يعني وحنتكلم عن الدراسات البحثية أو ما هو الجديد بالفعل في هذا الأمر من خلال دراسة أو متابعة أو مراقبة لحال هذا البيت في هذه المرحلة قبل الوصول للحديث عن نجلة الشابات ماذا عن الجزء الأول؟ الجزء الأول لبيت العائلة له فروع كتير جدا في كل المحافظات طبعا هو الرئيسة البيت العائلة فضلت الإمام الشيخ الأزهر الشريف ورئيس حكماء المسلمين الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وبالتنوب مع القدسة درجة الوعي درجة الثقافة التوعوية لهذا الأمر لأن أنا لو بطبعي لو أنا إنسان لوحدي وحسس أن فيه خطر جاي على بيتي وهي شائتي أو بيتي صغير بحاول أن أنا أحضر نفسي وهيئ نفسي ماذا عن هذه التهيئة في هذه الفترة وشايفها نجحنا بنسبة كم في المرة؟ الحقيقة بيطلع العائلة المصرية يعني بكل فروعه على مستوى الجمهورية الحقيقة يعني بدوره الأساسي دور توعوي وخدمي يعني نحنا عندنا قليات هذه الثقافة التوعوية بقوا في كل محافظة الفرع الفرع برضو فيه نفس حضرتك التشكيل اللي موجود في بيت العائلة في الأمانة العامة اللي بيت العائلة الرئيسي اللي مقره في مشيخة الأزهر في كل المحافظات هذا التشكيل المسلم وأخوه المسيحي والعكس وكل يعني مثلا كان معنا ممثلين من كل المحافظات وكان عبد بطرس بطرس باستريوس ده مطران كنيسة ثلاث كنائس كفر الشيخ والبراري وضميات كان موجود تخيالي سماحة الأديان يعني كانت ممثلة يعني القوى النعامة المصرية كانت موجودة بشكل قوي جدا في اليوم ده كان كل الوزرات ممثلة كل الهيئات ممثلة كل الأطافة الدينية معنا رؤساء الكنائس يعني كان معي في الجلسة بتاعتي اللي أنا تشرفت الحقيقة برئاسة الجلسة دي وهي كانت إعلاء القيم العليا للأديان عشان كده بقول إيه أهم هذه الملفات أو هذه الجلسات لأن أكيد جاءت هذه الجلسة يعني تقييم أوضاعها بالزبط القيم القيم اللي احنا قيم منظومة القيم والأخلاق كلها كانت ممثلة في الجلسة دي ما هي هاجم شاري سيفان وإحنا موقنين بهذا الأمر بيسحبوا مننا هذه القيم الأخلاقية شيئا فشيئا ونجد نفسنا أمام تحدي أكبر درسنا كل القيم قيمة الوفاء قيمة التسامح قيمة المحبة وعلاقتها ببناء الإنسان ثم علاقتها ببناء المستعبر لأن دا كان شيء مهم جدا وكان معنا رئيس عمين عام مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الكنيسة الأنجليكانية معنا عميد كلية الصول الدين بالأزهر بالقاهرة معنا طبعا جنب القصة أرمية مقرم وده كان دا مقرر لجنة الشباب وعضو لجنة تجديد الخطاب الديني في البيت العائلة وعضو مجلس أماناء البيت برضو تخيالي ردود فعل المشاركين في هذا الأمر في هذه الجلسة بالتحديد خرقتوا بإيه؟ الطبية كانت الحقيقة مالية جدا في هذا المكان احنا كنا طبعا في مركز المؤتمرات بمدينة الأزهر بمدينة نصر مركز المؤتمرات لجامعة الأزهر عايز أقولك أن كلمة فضلت الإمام والبابا وطبعا كان تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكان معالي وزير العدل المستشار عمر مروان كان هو ممثل عن رئيس مجلس الوزراء وكان كل الكلمات كلها تنم على تماسك النسيج الوطني المصري وأن احنا كلنا كنا وسنظل يعني هذا الكيان لابد أن يكون في تماسك أكثر وأكثر وفي تعاون لأن التحديات بتعلى التحديات احنا أمامنا احنا دلوقتي في تحدي كورونا يعني احنا خرجنا من تحدي الإرهاب الحمد لله وتطرف ولكن أمامنا تحدي أكبر وهو مواجهة كل ما هو في تعصب وتطرف وسنظل هنا عندنا حروب أجيال حروب الجيل الرابع والخامس وما سيأتي بقى من أجيال لابد أن تكون هناك أعداد للمواجهة وأعداد ل عايزة أقول دكتور ناهد لازم بقى فيه نظرة استباقية يعني من خلال الأزمات اللي هي يعني نقول منتظرة أو قد يكون مخططات منتظرة قد نعلمها أو لا نعلمها ولكن لابد يكون فيه نظرة استشرافية واستباقية لكل هذه النقاط وهذه الاستعدادات وأهمها الثقافة التوعوية دي مهمة جدا الوعي الوعي بأتي بقى لدور الشباب والمؤدرشة طبعا يعني أجنبه لأنه هو الأساس لأنهما رجاله ونساء المستقبل وبالتالي ماذا عن أهمية دورك والأليات اللي بيستخدموها من قبل الشباب وبالله كمان شباب متحمس جدا ونظر هذه الإرادة لتحقيق هذه القوة في هذا النسيق والحقيقة إحنا عندنا كمان فكرة التعاون مبين والتنصيق ما بين الرواد جيل الرواد وطبعا وجيل الشباب لأن ما فيش حاجة اسمها الشباب لوحدهم وإحنا دلوقتي أصبحنا دلوقتي في كل وزارة في مساعدين شباب بجانب الرواد اللي هي الخبرة في طريقة التعامل مع الأزمات الخبرة في كل التعامل مع كل الأمور وخاصة الأمور الخاصة بالتنموية والتعمير وكل الأشياء من الجهة أنا عارفة أن فيه جهات كتير اللي هي متضفرة في هذا الأمر لتدريب هؤلاء الشباب ودمج هذه الخبرات مبين القديم الذي يحمل الكثير من الاستشراف والمظرة الاستشرافية والخبرات وأيضا مبين الجديد مبين حماسة وإرادة طبعا هو فكرة الشباب فكرة نقول الأفكار خارج السندوق دي هي الشيء الوحيد اللي بيميز الشباب أنهم عندهم الحماس والقدوة موجودة والخبرة موجودة ولابد أن الاتنين يحصل ما بينهم ومن بعد زي ما بيحصل دلوقتي نتعاون يعني إحنا عندنا محاضرات عندنا جلسات توعوية عندنا بنشارك في مبادرات مع الحفاظ على مصر مع البناء الوطن وبنلف كل المحافظات على مستوى الجمهورية بيقال في هذه الأبحاث ده قصة يعني أن أنا بفكر خارج السندوق يعني أو فكرة خارج السندوق لا فكرة طرح الأفكار بالضبط وطرح هذه الأفكار بتأتي من السندوق نفسه المهم يكون عندنا هذا السندوق الذي يحمل الكثير من الخبرات والتجارب وبالتالي أنا هنا كشاب أو كشابة اللي حيب أفكر بقى خارج هذا السندوق إيه اللي ممكن أدي أو أعطيه في هذه أو في ظل هذه التحديات وتأتي هذه الدورات التأهيلية أو تدريبية مختلفة تماما عن مصر وحديك قلت حاجة مهمة جدا هو فكرة التوعية والتنوير والوعي فكرة الوعي حتى سيئة الرئيس في كل اللقاءات الجمهورية الأخيرة وحتى في كل اللقاءات الحقيقة لابد أن يذكر أن مسألة الوعي ووعي المواطن هو اللي بالرحلة لأنه ده حائط الصد فعلا الأفكار المغلوطة فكرة تصحيح كل يعني النص يعني فكرة تفسير النص التفسير الصحيح أو ما نسمعه من شائعات قد تورد إلينا بمنتهى السهولة كالنار في الهشيم كما يقال ولكن لابد لنا يكون هناك الحائط حائط الصد من خلال هذه الدورات يا فندم اللي تبقى على طول متابعة ده حقيقة البيت العائلة عايزة أقول إن إحنا بدأنا كمان أعداد أنشطة كثيرة جدا الفترة اللي فاتت وحصل تقييم للعشر سنوات وحصل بعد كده فكرة اللي هو عمل بروتوكولات تعاون مع كل الجهات الحكومية لأن بيت العائلة بيت مستقل يدعى رئاسة الوزراء مباشرة فحصل تعاون مع كل الهيئات كل الوزارات حتى وزارة الأوقاف دلوقتي فيه بينها وما بين كل الوزارات فكرة التوعية فكرة تواصل يا فندم كنا زمان بنعاني من الجزر المنعزلة لكل جزارة ولكل جهة ولكن ما انجزاته القادة السياسية هذا التضافر وتأكيد على هذا التضافر لأننا لقينا بالفعل جانب إيجابي جدا وهو تحقيق إيجابي لكل قضية من خلال هذا التكتف ده صحيح وكمان بناء الإنسان المصري زي ما برضو احنا كلنا دلوقتي من 2000 وكان من 2000 بدأنا من 2017 و2018 والإعلان عن بناء الإنسان المصري نقول تعليميا وصحيا وبدنيا وعقليا واجتماعيا ومعرفيا في كل الجوانب الإنسانية لابد في النهاية ده عشان يؤدي إلى بناء المستقبل اللي احنا كلنا بنتمناه وننشده ونسع إليه اللي هو المستقبل المشرق أكيد طبعا دكتور نهد أنا بشكرك لوجودك معنا شكرا كانت إطلالة جميلة جدا من قبل حضرتك وعرض يعني شيق عشان نعرف البلد وصلت لإيه من هذا الرقي من خلال هذا نقول نقوص القطر اللي كان من سنين بدأنا بالفعل النعي وبنستمر ومع حضراتكم طبعا والشكر الخاص أكيد لفضلته الدكتور أحمد الطيب شيخ الأصهر والبابا طوضرس أثاني بابا الإسكندرية الحقيقة وكل من شارك في مثل هذا المؤتمر عشر سنوات ولدينا الكثير من التحديات في القادم شكرا حديث جدا لوجودك معنا عضو رجلت الشباب نكتور نهد عبد الحمين بدنا نالك التوفيق شكرا شكرا مشاهدين خلصت حلقتنا النهاردة ولكن غدا إن شاء الله فريق عمل جديد بإذن لمصر جميلة على شاشة القناة الثانية التليفزيون المصري لكم تحية